بسم الله الرحمن الرحيم على دماء علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت وبعد أيها السادة المشاهدون السيدات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي معكم وبكم من خلال هذا البرنامج في هذه الدقائق المعدودات نسأل الله أن يبارك فيهن وأن نتبرك بهن وأن نستفيد منهن إن شاء الله وتعالى إن شاء الله نلتقي من خلال هذا البرنامج برنامج آداب أخلاق ونحن نعلم أن الأخلاق الفاضلة والسزايا الحميدة هي من محاسن هدى الدين الحليف الذي ندين به ونفخر بأننا من أهله فنحن مسلمون والدين عند الله الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه سيد البرية عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق كما جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم إنما بعدت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق وعنه قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وخالق الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمدي خالق الناس وخالق الناس بخلق حسن فيأمرنا أن نتخلق بالأخلاق الحسنة وأن نتعامل مع الناس بأخلاق الحسنة وربنا عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا وقول الحسن طبعا من أخلاق الحسنة فالأخلاق الحسنة أيها السادة المشاهدون هي من أعظم ما تعتز به الأمم بل به تمتاز الأمم عن غيرها من الأمم الأخرى والأخلاق أيها الإخوة تعكس تقافة الأمة كما تعكس حضارتها ونحن لعنم يقينا أن من مرتكزات الحضارة وأن الحضارة ترتكز على مرتكزين أساسيين ألا وهما المرتكز العلمي والمرتكز الأخلاقي فبدون أي منهما لا يمكن الحضارة أن تستمر فتتقهقر وتنضحر وبالتالي تموت الأمة فلابد للأمة من أجل أن تتحضر لابد لها من مرتكزين أساسيين المرتكز العلمي ثم المرتكز الأخلاقي فبهما معا بهذين الجناحين يمكن أن تسير الأمة في طريق الحضارة وفي طريق التحضر وبقدر ما تعلو أخلاق الأمة تعلو حضارتها وتلفت الأنظار لها بأخلاقها ويتحير أعداؤها فيها وفي كيفية انسجام شعبها وساكنتها فبالأخلاق يكون المجتمع منسجما يكون المجتمع متوازنا يكون المجتمع متماسكا فعلاقة الأمة بالأخلاق وتقدم الأمة بالأخلاق علاقة تلازمية وجودا وعدما فإن وجدت وجدت تقدم والازدهار وإذا انعدمت تقدم والازدهار وبقدر ما تنحط أخلاق الأمة بقدر ما تضيع قيمها تنحط حضارتها هي الأخرى وتذهب هيبتها بين الأمم فالأمة التي لا أخلاق لها لا هيبة لها بين الأمم وفي صف الأمم وكم سادت من أمة ولو كانت كافرة سادت بأخلاقها وعرفها العالم بأخلاقها وعرفتها الأمم الأخرى بأخلاقها وكم من أمة لم تسد ولم يكن لها كيان ولا ظهور ولا ذكر ولو كانت مسلمة لأنها سيئة الأخلاق وأهلها سيئة الأخلاق فكم ذلت من أمة ولو كانت مسلمة ضاعت وتقهقارت بتضيع شعبها وأفراد شعبها وأمتها للأخلاق الفاضلة فإذا شاعت في المجتمع الأخلاق الحسنة نتصور مجتمعا شاعت فيه الأخلاق الحسنة وأصبح أهله وأفراده ومكونوه متخلقون بأخلاق فاضلة أخلاق حسنة يتسودهم الأمانة والصدق يسودهم التعاون تسودهم المحبة تسودهم بشاشة الوجه وطلاقة الوجه والكلام الطيب فهذه الأمة من طبيعة الحال سيأمن الناس فيها ويسودها الأمن وتسودها الطمأنينة وتسودها التقة وبالتالي تزدهر حضارتها وترقى هذه الأمة وتحفظ الحقوق وتقوى أواصر المحبة بين كل أفراد المجتمع فيها سواء كانوا مختلف الألوان أو مختلف اللهجات أو مختلف حتى المذاهب التدينية وتقل الرديلة من طبيعة الحال في هذه الأمة وتزداد فيها الفضيلة وتقوى شوكتها وشوكة تدينها أما إذا شاعت في الأمة الأخلاق السيئة شاع فيها الكذب والخيانة شاع فيها الظلم والغش فإن المجتمع سيفا يفسد ويختل فيها الأمن وتضيع الحقوق وتنتشر القطيعة بين أفراد المجتمع فلا أحد يصل أحدا ولا أحد يساعد أحدا ولا أحد يتق بأحد وبالتالي يكون مجتمعا غير متماسك وتضعف فيه الشريعة وتضعف الشريعة في نفوس أهل هذا المجتمع وبالتالي تنقلب فيه الموازين وإذا انقلبت الموازين في مجتمع فلا محالة أن هذا المجتمع ضائع وأنه لا محالة سوف تنفك عره والذي يتأمل في أحوال الأمة اليوم وهذا هو الدافع الأساسي الذي دفعنا إلى إعداد هذه الحلقات البسيطة التي نسأل الله عز وجل الإخلاص فيها ونسألها أن يرضى بها عنا وأن نستفيد منها نحن وإياكم إن شاء الله تعالى فالذي يتأمل أحوال الأمة اليوم وأحوال المسلمين اليوم يلحظ ضعفا شديدا في هذا الجانب في جانب الأخلاق بل تظهر في الأمة أزمة إن صح التعبير أزمة أخلاقية فيما يدين الشدة فإذا رأينا كل ميدان وتفحصنا كل ميدان ميدان على حدة إلا ونجد بأن هذا الميدان قد فسدت أخلاقه وفسدت روابته وفسدت أنظمته التي تضبطه فإذا رجعنا إلى ميدان للتمتيل فقط فهو محيط الأسرة فالأولاد إلا ما شاء الله عز وجل منهم لا يحترم غالبيتهم الأب أو الأم فلا تجد الإحترام السائدة المتبادل لا بين الأب والأم ولا بين الأولاد والأبناء ولا بين الأولاد والأباء ونحن نعلم أن الأسرة السعيدة الأسرة التي تكون رصينة متماسكة هي تلك الأسرة التي ترتكز على ثلاثة مرتكزات المرتكز الأول الذي ينبغي أن يسود الأسرة هو أن يكون هناك حب متبادل حب متبادل بين الأب والأم حب متبادل بين الأبناء فيما بينهم حب متبادل ثالثا بين الآباء والأبناء من جهة وبين الأبناء والآباء من جهة أخرى هذا المرتكز الأول المرتكز الثاني الأسرة المتوازنة هي تلك الأسرة التي يسود فيها التعاون المشترك فكل يعين الآخر فتعاون بين الزوجين تعاون بين الأبناء فيما بينهم تعاون بين الزوجين والأبناء والمرتقز الثالث ألا وهو الاحترام المتبادل لا بد من أن يحتلم الزوج زوجته وتحتلم الزوجة زوجها ويحتلم الآباء أبنائهم ويحتلم الأبناء آباءهم فيكون احترام متبادل فالأولاد في طبيعة حال المتأمل في هذه الأسر اليوم يجد إلا ما شاء الله أن هذه الأسرة تفتقد هذا المرتكز ألا وهو مرتكز الاحترام المتبادل فلا يقدر الأبناء أباهم ولا يقدرون أمهم وربما يكون ذلك نتيجة لأن الأب والآخر لا يقدر زوجته أمام أبنائه والزوجة الأخرى لا تقدر الأب أمام أبنائه وبالتالي فلا تكون قيمة لا للأبي ولا للأم فيكون مصير الأسرة التشتد لأن هذه الأسرة لا قائدة لها ولا ضابط لها ولا راعي لها وكثيرا الأبناء ما يعصون أوامر الآباء فإذا أمره الأب بأمر فإنه لا يستجيب وإذا أمرت الأم ابنتها بأمر لا تستجيب فتجده لا يستجيب لأبيه ولا تستجيب لأمها فبالتالي تفسد الأخلاق وهذا الفساد يؤدي إلى اندتار وتشتت الأسرة ويصدر كذلك منهم العقوق ونحن نعلم أن العقوق من الكبائر ومن الموبقات السبع التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيصدر العقوق من عدم الاستجابة للأبي وللأم بل أكثر من ذلك يصدر منهم التأفف الذي نهى الله عنه في سورة الإسراء فلا تقول لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قول كريمة فيكون التأفف مصدره الأخلاق السيئة للأبناء والأخلاق السيئة للزوج والأخلاق السيئة للزوجة ونتج ذلك التأفف والثثاقل في بعض الأحيان يكون هناك ثثاقل كبير جدا يشعر الأبناء بثقل آبائهم ويشعر الأب بثقل الأم ويكون هناك ثثاقل داخل الأسرة فلا ينصد أحد لأحد ولا يحترم أحد أحدا وكذلك ينتج عن ذلك عدم الخدمة في المنزل فتجد الولد لا يساعد أباه حتى في حمل بعض الأمتعة وبعض المتاع بل في بعض الأحيان تجد الأب هو الذي يخدم الإبن والإبن لا يخدم الأب وهذا لم نتعود نحن في عهودنا حينما كنا صغارا ولكن في هذا الزمان تجد أن الإبن يجلس يرتاح بل يضيع وقته في أشياء قد لا تفيد ولكن الذي يخدم هو الأب دوما دوما لأن الإبن لا يحترم أباه ولا يستجيب لأمره ولا لأوامره فتجد الولد يرى أباه أحوج ما يكون لأمر مما لكنه يتخلى عنه ولا يقضي حاجته كذلك من المؤسف كثيرا أن الأولاد يكونوا سلبيين ويتنصلون عن المسؤولية دائما لا يهمهم إلا له وإلا قضاء شهواتهم من مطعم جيد أو ملبس جيد أو حسن أو كماليات بل أكثر من ذلك تجد الأبناء والشباب والشابات في بعض الأحيان يجلسون أمام الحاسوب في المواقع الاجتماعية يضيعون الأوقات الكثيرة والساعات الطويلة ولا يساعدون آباءهم في شيء من هذه الأمور ما رد ذلك عدم احترام الأبي وعدم الاهتمار بأمره أو اهتمار بأمر الأم نسأل الله عز وجل أن يوفق أبنائنا لما يحبه ويرضاه وأن يهديهم فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أبنائنا من الصالحين آمين وأستودعكم الله إلى حلقة ثانية بنفضل الله عز وجل والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر